في أخبار كده لما بتعرفها بتسمحها يعني أو بتستقبلها تبقاش عارف تبقى مبسوط ولا تبقى زعلان ومنهم الخبر اللي جاي ده أنا بتكلم طبعا على قبل ما أقول الخبر يعني على بطولة الرعب بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون في ظل الحقيقة انتشار وتهديدات فيروس كورونا اللي بتحصل في الدول الأوروبية وحضراتكم شفتوا وتابعتوا أهم وأكبر البطولات وأحسن الفرق اللي بالتأكيد ما فيش شك إن هم خدوا كل الإجراءات الوقائية والإجراءات الاحترازية الممكنة ورغب كده دربت كورونا بشدة وقدت لحالة دربكة وتأجيل عدد كبير جدا من المباريات وإصابات في فرق كبيرة جدا بالجملة وده يمكن إلى حد ما هنتابع في صحافة النهاردة الصحافة الأوروبية والعالمية توابع ده أو تهديدات ده على الموسم في أوروبا لكن الألأ الأكبر بالنسبة لنا هو إفريقيا لأنه الحقيقة مع كامل التقدير والإحترام يعني بعتقد أنه ممكن شوية يبقى حتة الإجراءات الوقائية والإحترازية في بطولة كبيرة زي بطولة أمم أفريقية مش على نفس المستوى من الدقة ومن الانضباط وده الحقيقة واحد من المخاوف الكبيرة جدا في بطولة الأمم اللي جاي على كل أحوال نتمنى السلامة طبعا للجميع كل الفرق المشاركة وكل الجماهير اللي هتحضر في البطولة على رأسها طبعا منتخب مصر وعلى رأسها كمان لعبة الأهلي لزادوا واحد لأنه النهاردة البوسني وحيد خليليوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب أعلن خلاص الضمام كمان لعب النادي الأهلي بدر بنون لقايمة الفريق وهيشارك مع أسود الأطلسي في أمم إفريقيا 20-21 أعتقد كان بدر مع خمس أسماء تانية في القايمة الإحتياطية وتم اختيار بدر بنون وأعتقد مع سوفيان رحيمي ولعب ثالث عشان يكونوا موجودين مع أسود الأطلسي في بطولة إفريقيا السؤال هنا الحقيقة وده التخوف الكبير جدا فريق بحجم النادي الأهلي بيشارك منه في مالي أليو ديانج في تونس علي معلول في مغرب بدر بنون بالإضافة طبعا للاعبة منتخب مصر عدد كبير جدا من اللاعبين نتمنى إن شاء الله السلامة سواء من فيروس كورونا أو من الإصابات أنتوا عارفين دايما الكرة الأفريقية معروفة عنها القوة والعنف وإحنا طبعا هنخلص أمم إفريقيا نتمنى المنتخب المصري يتوج بالبطولة ونروح بعد كده على كاس العالم عشان كده هتفضل كل مرحلة من مراحل بطولة جمهير النادي الأهلي حطة إيديها على قلبها